عندي سؤال عايزة ابتدي به مع حضرتك في شخص برضو عن بعض العرض بيقولوا عني من خفقان واضطرابات في نبضات القلب فكرة برضو اضطرابات من النبضات القلب بتاقي ده موضوع برضو عايزة نتكلم به مع حضرتك خليه بس اينا كامل يمكن سؤاله ونأخذ كل حتة على حيضة حيات برضو فصلها لنا كالعادة طلبة مني الطبيب عمل تحليل الغدة الدرقية نسبة البوتاسيوم في الدم وما هو البوتاسيوم أصلا وإعلقته بالقلب هو هنا سؤال على البوتاسيوم بس برضو عن فكرة النبض وإيه النبض اللي ممكن يكون فيه بعض الاضطرابات وده ممكن يحدث ليه هو طبعا اختلال نبضات القلب برضو حاجة شائعة جدا وبرضو ما فيش إنسان ما جالوش برضو فترة حسب ضربت قلبه وتسرعت بطأت لخبطت فدي حاجة برضو شائعة جدا يعني الواحد جيلي شوية خفقان أو اضطراب في نبضات القلب لكن لما الموضوع بيكون متكرر ومسبب نوع من أنواع برضو الأرق بنلجأ لعمل بعض الفقوصات أشهرها طبعا وما فحص الغدة الدرقية نحن عارفين الغدة الدرقية دي الغدة الموجودة في الرقبة وبتفرز هرمون اسمه هرمون السيروكسين الهرمون ده مسؤول عن نشاط وحيوية الجسم فالهرمون ده لما بيزيد شوية بيحسن نوع من أنواع التصارع في نبضات القلب القلب بيسرع وبيحسن نوع من أنواع الخفقان يعني خفقان يعني عدم انتظام يعني ضربات القلب مفروض المسافة بين كل ضربة والتانية تكون متساوية مفروض النبضة القلب تعمل بصورة أو تحدث بصورة منتظمة يعني كل مسافة زمانية بين الضربة والضربة اللي بعدها سبتة لو حصل اختلال في هزي الرزم أو هزا التناغم بيحصل نوع من أنواع الخفقان المريض يحس يقول لي أن ده نعم بحس روحي بتتسحب فدي طبعا مهمة نشوفها ونعمل ممكن رسم قلب لأن ممكن رسم القلب يبينها وممكن ما بينهاش فممكن نلجأ لفحص آخر هو الهولتر وكتير بنروح لدكتور يقول له احنا عملنا رسم قلب طلع سليم بس أنا الدكتور بحس بخفقان فبنصحه يعمل الفحص الهولتر هو عبارة عن رسم قلب مستمر رسم القلب بيقعد 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة أو أكتر المريض بيروح للدكتور بيدي له جهاز صغير كده ويركبه ويعمله شوية أسلاك بسيطة كده حوالين سدره والمريض بيروح بيته ويعيش حياته طبيعي خالص يأكل ويشرب ويروح شغله وينامط حياته العادي الجهاز ده بيسجل رسم القلب في يوم كامل أو يومين أو ثلاثة وبعد كده المريض بيروح للدكتور يسلمه الجهاز والدكتور بيعمل تحليل أناليسيس كامل لنبضات القلب أثناء اليوم أو الاثنين أو الثلاثة يعني أقصد حيك أن رسم القلب لو تعمل ممكن يطلع كويس مفوش حاجة ده معناها عشان الوقت اللي عمل فيه رسم القلب ما كانش فيه مشكلة ده هو عادة بيطلع كويس بيطلع كويس يعني غالبية الناس بتشيكي من الخفئان ما بيبانش أثناء الكشف اه يعني بيعملوا رسم قلب في المستشفى وفي العيادة بيطلع نورمال لأنه طبعا الخفئان مش بيحصل طول يوم ففي الحالة دي بنالجأ للهولتر لأنه بيفيدنا أكتر لأن زي ما حيك عارف أن أنواع الخفئان أنواع كتير يعني فيه تصارع فيه زبزبة أوزينية فيه دروب دبيتز فيه إكسرا ستولز نبضات جامل أوزين أو بوتين اختلال في نبضات القلب يعني مثلا واحد نبضات قلب متساوية منتظمة بس واحدة بتيجي غير منتظمة اسمها دروب دبيتز دربات سقطة وساعد بجامل أوزين وساعد بجامل بوتين طبعا بتعطي البوتين أهم وأكثر طبعا شوية خطور فإحنا بنبعزين نعرف الاختلال ده نوعه إيه وجاي منين وشكله إيه هل يقدر الهولتر يوريهن بشكل طبعا بالنسبة أكتر لكن برضو ساعات يعني لسوق الحظ برضو في اليومين التلاتة ما بيحصلش الاختلال لكن عادة يعني بيبان في الورد بالزبط كده فهو طبعا هنا طلب منه عمل فحص الغدى الدرقية وهو حاجة مهمة جدا لأن زي ما احنا بنقول أن زيادة نشاط الغدى الدرقية أحد الأسباب المهمة لوحدوث اختلال في نبضات القلب طلب منه أنه يعمل فحص للبوتاسيوم وعايزين نعرف إيه والبوتاسيوم ده؟ البوتاسيوم ده أحد المعادن اللي موجودة في الجسم موجودة في الخلايا والبوتاسيوم والسوديوم مع بعض مهمين جدا لزبط نسبة السوايل في الدم ومهمين جدا لانقباض خلايا القلب وللإصارة العصبية بتاعة الخلايا بتاعة القلب يعني البوتاسيوم ده مادة مهمة جدا عشان الخلايا بتاعة القلب دي تحصل لها إصارة وتنقبض العضلات القلب تنقبض طيب هل نقص البوتاسيوم خطر؟ أيه نقص البوتاسيوم خطر ليه؟ لأن النقص البوتاسيوم أحد الأسباب المهمة جدا لاختلال نبضات القلب البوتاسيوم لما بيقل القلب بيحصل فيه نوع من نوع الافتجاف والعكس برضو لو البوتاسيوم زاد برضو خطر على القلب فنسبة البوتاسيوم لأي إنسان بتكون من حوالي 3.5 إلى 5 أو 2 من 10 ميلي إكويفلنت لكل لتر فلازم أعرف بالضبط نسبة البوتاسيوم أعمل تحريب البوتاسيوم واشوف لو هي قليلة مهمة جدا أن احنا نصلح هذا النقص والبوتاسيوم على الفكرة علاجه بسيط جدا بشوية أكلات يعني البوتاسيوم غاني جدا برضو في الورايقات وفي الفكهة موز برتقان جريب فروت كل الموالح خانية بالبوتاسيوم